دكتور أحمد يعني حضرتك كان ليك مدخلات طبعا في هذا الحوار وكان ليك أراء متعلقة يمكن بفكرة احتياجنا لسياسات تحتضن الناس في المجتمع بشكل أكبر وعايز أعرف من حضرتك رؤيتك في هذه النقطة إيه تحديدا مدخلات حضرتك أكتر كانت معنية بإيه؟ طبعا هو أنا ما بحبش أتدخل في أمور أنا مش متخصص فيها يعني ما حبش أتدخل في أمور سياسة كتير رغم أن أنا بتاعي اجتماع سياسي يعني ولا أمور الخاصة بالاقتصاد كتير فأنا بتكلم في الشغل بتاعنا في الشغل علم الاجتماع إحنا اللي بيشغل علم الاجتماع دايما أنه يبقى المجتمع متماسك يبقى المجتمع متضامن يبقى المجتمع فيه لحمة كده ويبقى العلاقة اللي تبقى موجودة بين الدولة وبين المجتمع تبقى علاقة مستقيمة وعلاقة جيدة ويبقى فيه الدولة بتحتاضن المجتمع أو بتحتوي إلى المجتمع وأنا حاولت أن أوضح أنه خلال الفترة اللي فات خمسين سنة اللي فات وطبعا في مصر كان دايما فيه علاقة بين الدولة والمجتمع طول عمر مصر كده متوترة يعني دايما المجتمع في ناحية أو الدولة في ناحية بعد اتنين وخمسين ولما بدأ المصريين هم اللي بيحكموا وهم اللي بدأت الدنيا تبقى أفضل ويبقى فيه ولكن التجربة لم تستمر وبدأ المجتمع يحصل سيطرت عليه جماعات متطرفة وسيطرت عليه أفكار مختلفة ودخل في أتون العولمة فبقى فيه عوامل خارجية كمان بتأثر عليه وعمل الاستهلاك وعوامل الأفكار رجل كلمت تحديدا في المجتمع المصري قبل ارتفاع الدعم أو قبل ارتفاع الأسعار أو الوقود حاجة كده صح اه يعني اه طبعا يعني بس برضو موضوع ارتفاع الأسعار موضوع ارتفاع الأسعار جهه برضو عمل صدمة جديدة يعني عمل فعمل برضو زي ما كده علم الاجتماع هو السياسة يعني هو مرتبط بالمجتمع اه طبعا فأنا كنت بقول انه وإحنا بنشوف انه مثلا لما نمسك بنجد ان المجتمع بدأ يبقى فيه أشكال من الاستقطاب يعني بقى فيه نوع من التباعد يعني من الناس مش عايشة مع بعضها يعني المجتمع بيتتسع مكانيا المجتمع فيه أشكال حتى من أسليب الحياة احنا فيه الصيف اللي بينتهي للوقات اللي اينا بعض الأشكال الاستهلاك اللي احنا كنا بنصخر بينها ونقعد نتكلم عنها ونحن سمعنا فكوازة سمعت وتمن اللي مش عارف ايه فده غريب بنسمع على أشكال من الجريمة يعني شكلها مختلف يعني هي صحيح قليلة وكده بس كل الحاجات دي بتخلي المتخصص فعلي بالاجتماع يقول والله ده والله بنعمل بخوصة عن الثقة بناجد أن الدولة الرئيسة للوزراء نفسه أكد على فكرة الثقة دي وقال أن احنا محتاجين لأنه بعد يعني خاصة الظروف اللي حصلت بعد 25 يناير في الفترة اللي كان فيها الثقة تهزت بشكل قوي جدا فكت أنا بأكد أن احنا محتاجين سياسات احتوائية بمعنى أنه هي موجودة بالفعل يعني الدولة بتبزل جهد كبير جدا في حماية الفقراء والدولة بتبزل جهد كبير جدا في تقديم مبادرات في الصحة في الإسكان يعني دي كلها من السياسات الاحتوائية اللي الدولة بتعملها حتى احتوائي المثقفين كمان نستغل الفرصة الجديدة دي أنه يبقى فيه اتصال أقوى ما بين الدولة والمجتمع بحيث أنه يبقى فيه مثلا زيارات متكررة من المحافظين للمناطق بتاعتهم فيه أسليب للتعرف على هموم الناس ومشاكلها اليومية أسليب لخلق علاقة بين الأسفل وفي الإعلام أنه بدل من نخلي الإعلام قادم من أعلى نخليه أيضا قادم من أسفل ترجمة نانسي قنقر